هذا التريفون الذي تغير لغة تصميم الكثير من التريفونات بالناحية أن نضع لك دائرتين كبار وهما فعلياً أماكن التي تضع فيهم الكاميرات هذه ليست عدستين، هذه الأربع عدسات محطوطين الدائرتين قلت تكلم عن الواوي P50 الآن قمت لكم مراجعة كاملة عن الـ P50 Pro لما لم أضعت كرتي بهذا التريفون سباب واضحة، لكن لديك خيار غير أن الـ P50 Pro سعره أرخص منه لكن الآن ستكون موجودة الـ P50 Pro فأنصح أنك تشاهد مراجعة مع الـ P50 Pro لأن هذا الفيديو لا ستكون مراجعة أكثر من هي ما هو وضع واوي اليوم مع التليفونات وإذا لم تستطيع أن تتفكر أنك تستري تليفون من شركة واوي أو لا لكن قبل أن تعمق زيادة، لحظة نحطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بعركي كيف تشاهد الرابط مع المراجعة الـ P50 Pro إذا كنت مهتم أنك تعرف إمكانيات ليس هذا التليفون بالتحديد، لكن بشكل عام أين وصلت واوي؟ من ناحية الـ Hardware الله يعلم أنها قوة ليست طبيعية لكن هناك أمور معينة يجب أن تتعدل مع شركة واوي استثناء خدمات جوجل لكي تستطيع أن تقرر مرة أخرى أن تأخذها بإعتبار أن تفكر تشتري تليفون نبدأ بالملموس يا جماعة الخير الـ P50 تليفون حلو، بشكل حلو الحواف متناسقة، الخرم موجود صغير من الأمام حجم التليفون P50 بالذات مناسب حتى تستعمل التليفون بيد وحده شكل الكاميرات هي شركة واوي مثل ما قلنا صارتها باينير من هالناحية أن تخلي شكل التليفون يكون ما يبصم من ناحية الخلفية وأول مرة صراحة أن أشوف تليفون بهذا اللون ييكل بدون تبصيم عادة الذهب يبصم وصار فيه ماتوريتي مطبيعي من ناحية الـ Harmony OS أو نظام التشغيل اللي عادة أن يكون موجود على تليفونات واوي نحن باستثناء خدمات جوجل مع أن تقدر أن تتحمل أغلب التطبيقات من بتال سيرتش أو من بداء الثانية والخدمات اللي يعطونك إياها HMS Services من شركة واوي نفسها Huawei Wallet Huawei Health Huawei App Gallery إلى آخره إلا بعض الأمور اللي حين شركة واوي تحتاج تأخذها بعين الاعتبار عشان تخلي تليفوناتها تكون متنافسة بشكل وايد وايد أكبر شغلة الأولى هي سالفة التسعيرة التلفونات تعد غالية مقارنة مع تلفونات ثانية تيبلك نفس المواصفات إذا مو أكثر وسعرها عادة أن يكون أرخص لنحط بالك هذه التلفونات كلها فور جي وليس 5 جي بسببت المعالج الموجود عليهم سناب دراجون ثلاث ثمانية حين هو شي بتقول لي سناب دراجون ثروبل ايت عندما نزل على كل تلفونات سنة طافت كان يدعم لك شبكات جيل الخامس صح بس من الحظر اللي على شركة واوي انها ما تقدر تستعمل تقنيات جيل الخامس وهذا الشي ما أقدر استوعبها لأن دول وايد كثيرة الأبراج الموجودة اللي تدعم لك شبكات جيل الخامس هما أبراج من شركة واوي فهذا الشي لازم تأخذ بعين الاعتبار ان لما تشتري تلفون من شركة واوي اليوم إن كان P50 P50 Pro أو P50 Pocket أو أي تلفون ثاني رح ييكم معالج سناب دراجون ثلاث ثمانيات معناتها رح يكون فقط داعم حق شبكات جيل الرابع فقاعدة أدفع سعر تلفون 5G 4G بدون خدمات جوجل مرة ثانية إذا تغاضى حتى خدمات جوجل صعب إنها ممكن تغاضى شبكات 5G أو 4G إنها تكون موجودة فقط مدعومة على تلفونات واوي الآن الشي الثاني من ناحية الهاردوير هو الرفرش ريت وهذا الشي شركة واوي للأمانة من قبل كانت تتأخر فيه يعني عندما تلفونت كانت قاعدة ينزلون على Quad HD Plus ما لهم شركة واوي كانت لحين تنزلك FHD Plus لما كانت نزلون Quad HD كانوا هم ينزلون HD أو Full HD فالرفرش ريت الآن قاعدة أشوف نفس الإشكالية اللي قاعدة يصير هنا إنهم قاعدة يعطونك 90 هرتز وتلفونت ثانية بهذا السعر وفئة السعرية يحطونك 120 هرتز وهذا الشي مرة ثانية تحتاج شركة واوي إنها تتسارع فيه لن يسوي فرق وايدي كبير أما بأجل الأمور راح تحصلها بالضغط نسبة موجودة بتلفونات ثانية إن كانت شحن سريع إن كانت شحن لا سلكي شحن عكسي مقاومة حق الماير الغبار ستيريو سبيكرز أعمارات ولا أروع تقدر تعتمد عليها بجميع الوضعيات هذه الأمور شركة واوي تقنتها وصلها سنين تتقنها ما عندها مشكلة فيها أما الأمور هذة اللي تعوني أنا ذكرت لكم إيها لحسن حتى لو أنا بتغاضل للمرة الألف إن ما في خدمات جوجل مدعومة وقد أحمل كل التطبيقات اللي أنا بيها خارج المتجر إلى آخره نغامر أنا وياك ونحمل هالتطبيقة ونعيش عشان بس إنه تلفون واوي يكون شغال معاي ما عندي هي شبكات جيل الخامس ما عندي أسرع عرف رشلة ممكن أن أحصل على التلفون ودافع عليه سعر مبلغ وقترة فهذه الأمور أحس شركتها إلو تتطرق لها ممكن نشوف إن المبيعاتها تتنشط بشكل أكبر لأنه ما عندي أرقام فعلية بس أقدر أجزم لأنه قاعد نشوف هذا الشيء بالسوق أصلاً قاعد يصير إن شركة واوي مو قاعد تبيعنا بس قبول إنه هذا شيء متوقع بس آخر شيء بيذكرة عن واوي إن هذا رح يكون آخر تلفون تشوف عليه البراندينج مع لايكا على الكاميرات وهذا الشيء مرة ثانية حرام إنه صار مع شركة واوي لأنه صدقني لايكا مع واوي كان جداً خطير نحن لايكا انتقلت حق شركة شاومي بس في فيديو رح نزل لكم يا قريب أتكلم عن شلون صارت تجربة الكاميرات بدون لايكا أو ما بعد لايكا حق شركة واوي ولا مانا لنحن كاميرا بتعتبر جبارة أتوقع بس حبيت أسوي الفيديو يكون مختلفة شوي بدا المراجعة التقليدين أنا ما حطت كرتي بالتليفون ولا ظنيت يراحلت كرتي بالتليفون بس حبيت أوضح هذو النقاط اللي ممكن شركة واوي تقدر تستفيد منها أو شخص يحب تليفونات شركة واوي ياخذ منها كمحلومة وأتوقع بس بسمحونا على طال الكسور سلامتكم تعيشون أحمد بعركي طمال الله الكريم